حسين مريم بتتكلم صح كلنا هنا معاها انت روح لعروستك وصلتها على البيت وجيت على هنا يلا بقى وبعد اسرار حسين سلم عليها وباس الأطفال وبارك لأدم ومشي رانا كان جوها مشاعر غريبة وكان نفسها تشيري البيبي رانا نعم يا قلبي ألف حمد الله على السلامة الله يسلمك مش هتشيري ولاد خالتك يعني أنا بقى لي يا ولاد خالة شارت البيبي وجوها أحساس جميلة رانا طبعا مش غير رانا هي عايزة تكون أم أنا دعايت لكتير وإن شاء الله هيستجين يا رب يا مريم آدم أذن للطفلين وخالد آي مبارك لهم وخرق كل الفلوس المعاه ووزعه مع الممارزين من الفرحة نهاية كانت قعدة فين حفيد يا ناس عايز أشوفه دول اتنين يا نانا مش طفل واحد محمد احنا مش قلنا لما نشوف حاجة جميلة كده نقول ما شاء الله لقوة إلا بالله قلت يا ماما الماما بقى أنا عايز أشيل البنت طارق قعد برا هو وجاسر عارف يا جاسر قدم هيسمي ابنه على اسمي معقول؟ انت متأكد؟ أمات عيب عليك يا ابني احنا أخوات وأكيد يعني من البديه انه هيسمي ابنه على اسم أخوه اللي هو أنا وهيبقى اسمه طارق قدم العدوي جميل والبنت هيسميها ايه؟ ممكن يسميها نهاد أو ملك عشان أخته ممكن صدق خلاص قدم صحبي أبو طارق من دلوقتي بقى كلهم جوه أعزين وقدم جوه أحاسيسمة لغبطة قعد جنب مريم بول ممرضة واغضة طفلين في ايه يا محمد بتتحك ليه؟ يوم فرحهم مريم أغم عليها في القاعة واخدناها المستشفى واكتشفنا أن مريم حامل والنهاردة فرح خالو حسام مريم تعبد في القاعة وبتولد وكله بيحصل في قاعة الأفراح بداية مشرفة انت محظوظة يا مريم تصدق صح؟ هانا وملك قاعدين جنب بعض وخايفين لأن هانا في شعرها السادس ملك في الخامس ولما شافوا مريم بتصرخ كل واحدة فكرت انها هتكون في نفس الموقف ها هتسميهم ايه يا عمه آدم والله يا محمد اللي هيسمي أولاديه يا مريم لا يا آدم انت أبوهم وانت اللي هتسميهم يا حبيبي لا يا حبيبتي محدش توجع غيرك ولا تعب غيرك ولا حد جاب لي أصلا أحلى هديتين غير كنتي انت اللي هتسميهم ويا ستي كلنا هنساعدك واختاري ايه رأيك طب أنا هقول أول واحد ايه رأيكم الولد تسموه محمد على اسمي والبنت تالا محمد اركن يلا على جنب قالت لهم رانا فيروز وساجد طب ما تسموهم أشرف وهنا الكل دحك على هنا وحبها الأشرف أشرف قرب منها وبسرسها حبيبي أنا يا ناس ما تحرمش منك أبدا يا قلب أشرف خالد ونهاد لا لا محدش يسمي أسامي متقررة أنا مش هوافق على خالد دا أبدا كفاية خالد واحد في العيلة أنا طبعا مش موافق أن حدي يتسمى على اسمي الأسامي الجديدة كتيرة وما تطلموش العيال حبيبتي عندك اسم معين أيوة طب قولي سكتة ليه حبيبي هات ورقة وقلم لو سمحت جاب لها ورقة وقلم من شنطة ملك مريم مسكت الورقة وكتبت مريم وآدم بعدها كتبت تحت اسم مريم مين رأ وآدم كتبت ألف دال وجمعتهم مراد أنا هسمي ابني مراد على أول حرفين من أسامينا أنا وإنت الله الله دي حاجة فخمة قوي وعدنا يا رب موافق يا أم مراد هيكون أحلى مراد والبنت عن سميها نور آدم وملك ونهاد وخالد قلبهم فرح جدا ربنا ما يحرمني منك ولا من مراد ونور اللهم أمين ولا يحرمنا من حنانك يا أبو مراد طرق اتصل على رانا عشان الوقت تأخر وسأل على أسماء الأطفال ولما رانا قرد له اضغاز جدا وقال لها أن آدم دواطي وطلب منها أنها تفتح السبيكر ويدي تليفون لآدم طرق زعق جدا وكلمهم وضحكوا كلهم على طريق الطارق اللي باهدل آدم حرفيا عشان ما سماش طارق وفي الآخر آدم صالحه وطارق بارك لمريم وخد رانا ومشيو أشرف بعدها خدهنة وكمان جاسر خد ملك شيرين ونهاد كانوا عايزين يقضوا الليلة مع مريم لكن آدم رفض وقال ما فيش حد هيقعد مع مراتي غيري ومصطفى بارك لآدم ومريم وخد شيرين ومحمد ومشيو وخالد أخذ نهاد وزياد لأنه خلاص هتعيش في فيلا العدوي آدم طر الليل قاعد جنب مريم مش ما خليها محتاج حاجة وحاول ياخدها في حضنه ونامه جي تاني يوم آدم بيساعد مريم والممرضة كانت هتموت على آدم وحاولت وهي بتساعده في القوضة تلمس إيده على أساس بالغلط وتحتك وتقرب بطريقة ملفتة آدم ما كانش مركز معاها لكن مريم واخدبة لها وشافت أن آدم مش في دماغه غير مريم وولاده آدم سابها وخرج عشان بيتر برة وعايز يباركله خرج واساب مريم خرج واساب مريم في القوضة مع الممرضة أنت اسمك إيه؟ ياسمين اسمي جميل شكراً حمد الله على سلامتك الله يسلمك على فكرة يا ياسمين أنا شفت كل تحركاتك وتصرفاتك وانت بتحاول تلمسي جوزي أو تلمسي راجل غريب بالنسبة لك أنا ما حصلش مش محتاجة منك اعتراف أنا بس هنصحك نصيحة لأن شكلك مغيبة ومش فاهم حاجة من العرف والأصول بص يا حبيبتي أنا مش بقولك كده عشان هو جوزي لكن فعلاً أنا كنت هقوم أولع فيكي لأن دي غريزة في أي ست بتحب جوزها لكن برضو في الأعظم من كده في أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعم في رأس أحدكما بمخيط من حديد خيراً له من أن يمس امرأة لا تحل له صدق رسول الله شوفي بقى الكلام دا للراجل تخيالي أنت بقى عقابك إي دلوقتي في كلام كتير ممكن أقولهولك لكن يا حبيبتي أنا عايز أقولك صوني نفسك خلي نفسك صعبة المنال لأي حد أنت مش وحشة ولا قليلة عشان تبصي على أي راجل والسلام وكمان إيه بتحاولي تتلمس وكمان إيه بتحاولي تلمسي شوفتي قد إيه هو مش نركز معاكي استفدت إيه بقى غير أنك زنوب اترقمت عليكي وانت كنت في غينة عنها الممرضة سكتت ومردتش وتحرجت جداً من مريم وحس إنها صغيرة جداً وخرجت أدم كان واقف قدام القودة وسامع كل كلمة من مريم وفارح جداً بمراته أمها يالو كانت الممرضة عدخل كانت الممرضة هتغبط في أدم وهي خارجة بالغلط أدم بحركة سريعة تجنبها وهي مشيرت أمرتش جاهزة هنروح أخيراً أيوة يا قلبي كل حاجة جاهزة أشرفه محمد برة مش عارف أنا إيه اللي جابهم تخيالي محمد يقول لي جاي يشوف نور وماله بنت خالته ولس صغيرة خلي بالك أنا بغير ما تقلقش نور بنت مريم وآدم يعني هتبقى حدة زي السيف وأتحافظ على نفسها إن شاء الله ومحمد ده ابن قلبي ربنا يحفظه هيحافظ على بنت خالته أشرف دخل والطمن على مريم وشل مرد محمد شال نور بسرعة وحط جف إيديها على خده طبح الخير يا نوري محمد شافلون عنيها تمام تم اكتمال البدر أدم شال مريم اللي كانت مكسوفة لحد إمتى يا أدم لحد إمتى هتفضل تشيلني كده أدم ماشي شايلة في المستشفى لحد ما سناني تقع وظهري ينحني وشعري يشيب ساعتها بس ممكن أكسل أشيلك عشان هتكوني بطة كبيرة أدم أنا مش تخينة ولو تخيني يا عمري عمودي الفقري فداكي الدكتورة والممرضين مستغربين من حب آدم بيعمل أي حاجة وفي أي وقت وفي أي مكان وبيعتمش لحد وفعلا كلهم يتمنوا عشق زي عشق الآدم نهاية اتصلت على آدم عشان يروحوا على الفيلا على طول وان الجناح اللي فوق كله بقى مخصص لآدم ومريم وولادهم ومحدش هيطلع فوق حتى الشغالة مش هتطلع غير بأمر من آدم مريم وفقت وقدم وفق غصب عنه عشان خاطر مريم ما تتعبش لوحدها بالولاد خدها وخد ولاده وطلع على الفيلا وأشرف محمد وراهم بالعربية الكل كان موجود هناك في استقبالهم واتفقوا هيعملوا العقيقة والحفلة إمتى احنا ممكن نأجلها مع ولادة هانا وملك عشان تبقى حفلة مميزة وكلنا مع بعض زي ما تحبي كلها ثلاث شهور لكن خالد مقدرش يستنى كل الوقت ده ودبح عاجلين للغلابة وكان بيوزع بنفسه والفرحة باينة قوي عليه ودخل النار اللي بيننا هاد من ناحيته ماتت خالص ورجعوا أحسن من الأول بعد شهر طرق خضرانة وكشفوا وعمل كل التحليل المطلوبة والحمد لله الدكتورة طمنتهم وقالت كل حاجة سليمة بس هي مسألة وقت رونس ريحت نوعا ما ودعت ربنا أنه يرزقها بالسرية الصلحة ودعت ربنا أنه يرزقها بالزرية الصلحة حسن بارك لمريا وسافر شهر عسل مع هودا وزياد عايش مع نهاد لحد ما هودا ترجع وكانت هودا مبسوطة جدا مع حسن زياد كان كل يوم يلعب مع مراد ونور قدم كان غير جدا على نور قلبه ومانع أي حد يشيلها في وجوده وطول ما هو موجود محدش يقدر يسأل على نور كان بيعشق مراد وبيلعب معاه لكن نور حركتها بتجبر أي حد يحبها مريا مش ملاحق طلبات آدم ومراد ونور لكن قلبها كان مبسوط لأن آدم بيخرج من شغله يجري جار يسأل على أمرته أول حاجة وبعدها أولاده آدم شرط على مريا أنه مراد ونور ليهم الأودة الخاصة بتاعتهم جنب الجناح بتاعهم مريا مرفضت وقالت أنها عايز الأولاد يناموا معها في الأودة لكن آدم صمم وقال دول هيعودوا في الأودة التانية أنا مفيش حد هيشارك أودتنا غيرك حتى لو كان مين فاهمة يا مريا مريا مرفضت أنا عايزة الأولاد يناموا معها في الأودة لا هيعودوا في الأودة التانية أنا مفيش حد هيشارك أودتنا غيرك حتى لو كان مين فاهمة يا مريا مريا متفاهمت الموضوع عشان تعدي اليوم على خير وفعلا الجناح فوق وجنب قوضة كبيرة فيها سريرين صغيرين سرير لمراد وسرير لنور نهاد كل يوم جدي نصايح لمريم لأنها لسه ما تعرفش كتير وما عندهاش خبرة كافية كانت نهاد معها في كل خطوة وده رايحها كتير محمد يطلع من المدرسة ويروح عند مريم يسلم عليها وكان دايما يشيل نور ويلعب معها نور الصغيرة خادت على محمد عند جاسر خلاص ملك في الشهر الثامن وحس بأعراض غريبة ومش طيق حد ولا طيقة نفسها وفي الجامعة ما كانتش بتروح كتير وقاعدة في البيت يدوبك بتحضر محاضرات بسيطة لكن المهم بس يدوبك تحضر محاضرات بسيطة لكن المهم بس جاسر شايلها من على الأرض شيل وفرح قوي لما عرف أن ملك حامل في بنوتا وقرر أنه هيسميها مليكة وملك فرحة جدا اختيار الاسم عند أشرف أنا في التاسع وتفع على اسم يوسف وكانت قاعدة بتاكل وجعانا على طول في الفترة الأخيرة ودايما بتتصل على أشرف عايزا قدامها في أي وقت أشرف غزب عنه يسيب الشغل ويروح لها كانت صرفاتها غريبة وطفولية هي دايما اللي كانت بتقرب من أشرف وهو حب ده جدا جاريت كل حاملة تكوني كده الصبح أشرف نازل يفطر هو وهنا شيرين كانت مجهزة الصفرة شيري يا حبيبسي جاهزي لهنا الطعمية اللي بتحبها عشان ما تاكلناش على الصبح حبيبي من بدري مش عارفة حد يحب الطعمية كده كل يوم طعمية واليوم إن ما تلاقيش في طعمية تلاقي البوز قد كده قال لهم محمد مش عارفة أنا الستة في حملها تحب فراخ شيش نيوتيلا فاكهة إنما طعمية وبسمسم لا وتوحمت على جزر أنا شفت العجب في البيت ده يلا يا ماما أنا رايح لمدرسة عايزين حاجة استنى يا محمد أنا هوصلك لا يا بابا استريح انت أنا هروحها لسكوتر لوحدي وهعدي على مريم بعد المدرسة سلام مع السلامة أشرف نازل على السلم وسند هنا وحس بألم أشرف شد الكرسي الهانة عشان تعود إذ وفجأة صوت يوصل لسابع جار أشرف تخض وشنطة أوراق شغله ويقعت منه ترجمة نانسي قنقر